عادات وتقاليد وأنماط مختلفة تتبعها كل دولة في العالم وتتميز بها لتعبر من خلالها عن تاريخها وأعرافها المختلفة وسنرصد من خلال تقريرنا رمزاً من رموز الأصالة والرجولة عند الرجل العربي المتمثل بالإعقال والذي بات جزءاً من اللباس العربي التاريخي فسقوط الإعقال حسب الأعراف العشائرية يعني سقوطاً عظيماً للقيم والمعتقدات لم تكن بداية ارتداء الإعقال من الإنسان نفسه فقد استخدم لربط الناقة لتثبيتها في مكان ما ومنهم من يقول أنه استخدم بمثابة الصوت التي تضرب به الدواب لحثها على المسير واختلفت الروايات بشأن أصل لبس الإعقال فهناك من يرى أن أصل التسمية جاء بسبب تثبيت الغترة أو الشماخ لحماية غطاء الرأس من حرارة الشمس أما في العصر الحالي فقد اشتهرت دول الخليج بهذا اللباس وأصبح ضمن العادات المتبعة وبالرغم من تشابه طريقة الصنع يختلف الإعقال من دولة خليجية إلى أخرى حيث مرت صناعة الإعقال بمراحل عدة بدايتها من خيوط منسوجة من صوف الماعز مرورا بخيوط من القطن والحرير وصولا إلى ابتكار طرق جديدة في النسجي والنقشات ويعد الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية أبرز من ارتد الإعقال حيث أطفى عليه رونقا خاصا وأصبح جزءا من اللباس السعودي بما فيه من دلالات ومعاني للرجول أكثر من كونه مجرد حبل يوضع على الرأس ولم يكن الإعقال السعودي كما مظهره اليوم باللون الأسود بل كانت له صبغته الملكية وفيه خيوط من الذهب ومع تطور الأزمان وتلاحق الأجيال ظل الإعقال العربي إرث يفتخر به وعاد لا تضيع مع مرور الوقت حيث بقي ثابتا على رؤوس الرجال المتميزين به